بين نبع السلام التركية في سوريا وسلامة الجليل الإسرائيلية في لبنان أوجه شبه عدة عمليتان بهدف إنشاء منطقة آمنة استترى خلفهم احتلال واستعمار للأرض بحسب مجلة فورين بوليسي أثار العملية التركية في الشمال السوري تعيد إلى الأذهان بحسب المجلة الغزوة الإسرائيلية للبنان الحجة حينها كانت إيجاد منطقة عازلة في خضم الحرب الأهلية عام 1982 والنتيجة آلاف القتلى واحتلال استمر 18 عاما أخلت بعدها إسرائيل الساحة لحزب الله لتعزيز نفوذه وسلطته كما كانت الذريعة في لبنان تقديم الدعم للمسيحيين الذين تم تصويرهم على أنهم أقلية مضطهدة تغلف تركيا محاولاتها لخلق المنطقة الآمنة اليوم بإعادة توطين اللاجئين السوريين تكتيك تستخدمه لحماية نفسها من النقد الأوروبي بحسب فورين بوليسي لكن منذ انطلاق حملتها في سوريا شرعت جهات دولية عدة أبواب التحقيق في انتهاكاتها هناك أدلة دامغة تركتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على جرائم حرب بحق الأكراد بحسب منظمة العفو الدولية صحيفة واشنطن فوست قالت أن تركيا تستخدم مرتزقة في عملية تطهير عرقي أدواتها التهجير والتعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية ممارسات محملة بالكراهية وشهوة الدم لمن وصفتهم الصحيفة بالجيش التركي بالوكالة حنين الشولي العربية